بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى به من شاء من عباده إلى الدين القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج أما بعد فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج تعليم الحجاج في سنته الخامسة سبعٍ وثلاتين وأربعمائة وألف وثمانٍ وثلاتين وأربعمائة وألف والكتاب المقرؤ فيه هو كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل لمصنِّفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي نعم بسم الله والحمد لله وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلتم غفر الله لكم وأحسن إليكم ونفع بكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيعنا ورزق به من شاء من عباده علماً وإيمانا والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه أما بعد فإن معرفة أحادي المفردات تعين على فهم الجمل الكليات ومعرفة معاني كلم القرآن تُيسِّر إدراك ما له من الهدى والبيان وهذه نبذ مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني الكلمات سورة الباتحة وقصار المفصل والله المسؤول والمؤمل والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل ابتدأ المصنِّف وفقه الله كتابه بالبسملة وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم ثم تنَّا بالحمدلة وهي قوله الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيعنا ثم ثلَّتا بالصلاة والسلام على رسوله محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقاً فمن صنَّف كتاباً استُحِبَّ له أن يستفتحه بهنَّ وقوله وَمَنِ انْتَمَى فِي الهُدَى إِلَيْهِ أي من انتسَب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الهُدى ثم ذكر المصنِّف أن معرفة أحد المفردات تعين على فهم الجُمل الكُلِّيَّة والمفردات هي الكلمات فإذا عقل المرء أحداً الكلام فهما الجُمل التي تركَّب منها الكلام ثم قال ومعرفة معاني كلم القرآن تُيَسِّر إدراك ما له من الهُدى والبيان أي أن المرأة إذا أحاط علماً بمعاني كلم القرآن تهيَّأ له أن يُدرِك ما فيه من الهُدى والبيان فإن الله أنزل القرآن هُدى للناس وتبياناً لكل شيء ومما يُبلِّغ العبد معرفة هُدى ومعرفة علمه بمعاني كلم القرآن ثم ذكر أن ما بين يديك نُبذةٌ مُختصرة وتُحفةٌ معتصرة من الموضَّح المُحصَّل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المُفصَّل فهذا الكتاب موصوفٌ بأمرين أحدهما أنه نُبذةٌ مُختصرة أي قطعةٌ موضوعةٌ على وجه الإيجاز والآخر أنه تُحفةٌ معتصرة أي أنه مما يُبذلُ إتحافًا أي على وجه المنح والإهداء حال كونه مُقتضبًا من غير إطنابٍ وتطويل وذلك الكتاب يدور في بيان معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المُفصَّل لأن القرآن كلَّه يدور على نوعين من العلم أحدهما العلم الخبر والآخر العلم الطلبي وأصول هذين العلمين في القرآن هما في طرفيه فأصول العلم الطلبي في القرآن في سورة البقرة وأصول العلم الخبرية في القرآن في المُفصَّل فمن أحاط علماً بتفسير هذين الطرفين أحاط علماً بأصول ما في القرآن في باب الخبر والطلب ومن آكد ما يُعنى به في المبادئ معرفة تفسير قصار المُفصَّل فإنها لُبُّ اللُّباب من مُفصَّل القرآن فالقرآن مُحزَّبٌ أحزابًا آخرها حزب المُفصَّل ومبدأه في أصحي القولين سورة قاف وهو ثلاثة أقسام أولها طوال المُفصَّل ومُبتدأها سورة قاف وثانيها أوساط المُفصَّل ومُبتدأها سورة النبأ وثالثها قصار المُفصَّل ومبدأها سورة الضحى إلى آخر المُصحف فقصار المُفصَّل لُبُّ اللُّباب في باب العلم الخبري في القرآن الكريم ومما يُضمُ إليه سورة الفاتحة فإنها أعظم سورة في القرآن فالعلم بمعانيها وتفسيرها هو المُقدَّم في العلم بمعاني القرآن وتفسيره نعم أسأل الله عليكم قلتم غفر الله لكم معاني سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قوله الله علم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى الله مبيناً أنه علم على ربنا عز وجل أي اسم جُعد للدلالة على ربنا سبحانه وتعالى ومعناه المألوه أي المتوجه إليه بالتأليه أي المتوجه إليه بالتأليه ومدار التأليه على الحب والخضوع فهو الذي تألهه القلوب أي تتوجه إليه حباً وخضوعاً وإذا كان هو قبلة القلوب حباً وخضوعاً فالأمر كما ذكر أنه المستحق للعبادة فمن بلغ في القلوب المرتبة الأعلى في الحب والخضوع فهو الحقيق أن يكون معبوداً وهذا حظ الله وحده قوله الرحمن الرحيم إسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته ذكر المصنف وفقه الله أن الرحمن والرحيم إسمان من أسماء الله تعالى دالان على رحمته فهما يشتركان في أمرين أحدهما في الاسمية لله في الاسمية لله فكل واحد منهما يعد اسماً لله والآخر في دلالتهما على صفة الرحمة فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة ومثله اسم الرحيم ويفترقان في وجه دلالتهما على صفة الرحمة فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بذات الله يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بذات الله أي باعتبار رحمته الواسعة واسم الرحيم يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بالمخلوقين باعتبار تعلقها بالمخلوقين أي باعتبار رحمته الواصلة أي باعتبار رحمته الواصلة قال الله في الأول الرحمن على العرش استوى وقال في الثاني إن الله بالناس لرؤوف الرحيم وهذا أحسن ما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد وأشرت إلى ذلك بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن تبت أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه ذكر المصنِّه وفقه الله معنى الحمد ومداره على أمري أحدهما كونه خبرًا عن محاسن المحمود أي وجوه كمالاته والآخر اقتران ذلك الخبر بالحب والتعظيم فلا يتحقَّق معنى الحمد إلا بوجود هذين الأمرين بأن يُخبر المرء عن وجوه كمال محموده مع حب ذلك المحمود وتعظيمه هؤلاء المعاني الثلاث للرب المالك والسيد والمصلح للشيء هنَّ جِماعُ المعاني التي ذكرها المتأخرون فطوَّلوها فإن متأخِّر المتكلمين في معاني التفسير واللُّغة عدُّوا للرب معاني كثيرة بلَّغها أحمد بن أحمد السجاعي الأزهري ثلاثين معنى وكلُّ تلك المعاني الثلاثين ترجع إلى هذه المعاني الثلاثة فقد نصَّ ابن الأنبار وغيره من قُدماء أهل العربية أن العرب تُطلِق الرب على هذه المعاني الثلاثة فعُلِمَ أنَّها أُصُولُ معانيه وغيرُها يرجعُ إليها نعم حسن الله عليه قوله العالمين جمعُ عالمٍ وهو اسمٌ للأفراد المتجانسة من المخلوقات فكلُّ جنسٍ منها يُطلَق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة ذكر المصنِّف وفَّقه الله معنى العالم في كلام العرب مُبَيِّنًا أن العالم في كلام العرب إسمٌ للأفراد المتجانسة من المخلوقات فهذا الاسم يجمع أمرين أحدهما كون من جُعل له مخلوقاً كولُّ من جُعل له مخلوقاً فكلُّ عالمٍ مخلوق والآخر كون أفراده تجتمع في أصلٍ جامعٍ كون أفراده تجتمع في أصلٍ جامعٍ أي جنسٍ مشتركٍ فإذا وجد هذان المعنيان أُطلِق على تلك الأفراد اسم العالم كعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الإنس اسمًا للأفراد من المخلوقات التي اشتركت في أصلٍ جامعٍ فسُمِّيت بهذا أو ذا قولُه يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال ذكر المصنِّف وفقه الله معنى يوم الدين فقال يوم الحساب والجزاء على الأعمال فالدين ما وجد فيه معنى الحساب والجزاء والجامع بينهما أن الحساب فاتحته والجزاء خاتمته فالناس يُحاسبون أولًا ثم يُجزون ثانيًا فاجتماع هذين المعنيين يُسمَّى ديناً فاسم الدين يجمع الحساب والجزاء فهي كلمةٌ جامعةٌ لما يكون يوم القيامة قولُه إياك نعبد نخُصُّك وحدك بالعبادة قولُه وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا ذكر المصنِّف وفقه الله في هذه الجملة معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين مُبيِّنًا أنَّ طرفي الآيَّة يدُلَّان على اختصاص الله سبحانه وتعالى بما ذُكر فيهما فقولُه إياك نعبد أي نخُصُّك وحدك بالعبادة وقولُه وإياك نستعين أي نستعين بك وحدك في جميع أمورنا وهذا الاختصاص مُستفادٌ من الحصر وهذا الاختصاص مُستفادٌ من الحصر الذي يُسمَّى القصر بتقديم ما حقه التأخير بتقديم ما حقه التأخير فإن الضمير المنفصل إياك قُدِّم للدلالة على القصر فالعبادة لله وحده والاستعانة بالله وحده والاستعانة التي تكون بالله وحده هي استعانة العبادة والاستعانة التي تكون بالله وحده هي استعانة العبادة فإن المخلوق قد يستعين بالمخلوق وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع فما يذكره أهل العلم من كون الآية المذكورة دالة على حصر الاستعانة بالله وحده أي باعتبار استعانة العبادة أي باعتبار استعانة العبادة وهذا الضمير إياك لم يقع مفرداً في القرآن إلا في هذه الآية تعظيماً للمذكور فيها تعظيماً للمذكور فيها فمقام العبادة والاستعانة عظيم ومن طرائق تعظيمه أن الله ذكره في هذه الآية بهذا الضمير المنفصل ولم يذكر شيئاً غيره به في القرآن قوله إهدنا دلنا وأرشدنا ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى إهدنا فقال دلنا وأرشدنا أي دلنا وأرشدنا إلى ما فيه مصالحنا العاجلة والآجلة فالهداية أصلها الدلالة والإرشاد وتلك الدلالة والإرشاد الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى لها مقامان وتلك الهداية بالدلالة والإرشاد إلى الله تعالى لها نوعان أحدهما هداية وصول إلى المصالح العاجلة والآجلة هداية وصول إلى المصالح والعاجلة والآخر هداية تبات عليها فإن العبد إذا هُدي إلى أعظم شيء وهو الإسلام لا يزال مفتقرا إلى التبات عليه لا يزال مفتقرا إلى التبات عليه فاللهج بسؤال الهداية بقول العبد في كل صلاة إهدنا الصراط المستقيم من شأه من شدة افتقال العبد واحتياجه إلى هداية الله في كل حال فكل تحريكة وتسكينة تكون من العبد هو مفتقر فيها إلى هداية الله عز وجل وأنت في مقام الحج مفتقر إلى أن يهديك الله إلى الوصول إليه فإذا وصلت إليه ففي كل يوم بل في كل ساعة بل في كل دقيقة تفتقر إلى أن يهديك الله إلى الأعمال والأقوال النافعة الصالحة التي يعظم بها أجرك ويكون بها حجك مبرورا فمن توفيق الله للمسلمين دوام سؤال هداية الله رب العالمين ولا يزال العبد بخير ما سأل الله الهداية فإن ظن أنه مستغن خذل فالمرء لا قدرة له على اختيار ما ينفعه في العاجل والآجل إلا بتوفيق الله وإعانته وتسديده فمن مشاهد الافتقار إلى العزيز الجبار دوام سؤال الله عز وجل الهداية وتأمل هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل ربه كل ليلة إذا استفتح صلاة الليل فكان يقول اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فإذا كان الطاهر المطهر الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يلهج بافتقاره إلى الهداية فكيف بحالنا نحن إلا أن نكون أشد حاجة وفقرا وعوزا أن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في كل شؤوننا قوله الصراط المستقيم الإسلام قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وظلوا الطريق وهم النصارى لما بين المصنف أن معنى قول العبد اهدنا الصراط المستقيم دلنا وأرشدنا إلى الإسلام ذكر تفسير الآية الأخيرة من سورة الفاتحة الجامعة لأصناف الخلق وأن الخلق باعتبار هدايتهم إلى الصراط المستقيم ثلاث طوائف فالطائفة الأولى طائفة هدية إلى الصراط المستقيم طائفة هدية إلى الصراط المستقيم وهم المذكورون في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم وهؤلاء هم الجامعون العلم والعمل هم الجامعون العلم والعمل والطائفة الثانية طائفة أخطأت الصراط المستقيم فغضب الله عليها طائفة أخطأت الصراط المستقيم فغضب الله عليها وهؤلاء هم اليهود الذين أعرفوا الحق ولم يعملوا به فلهم علم ولا عمل لهم والطائفة الثالثة طائفة أخطأت الصراط المستقيم فَضَلُّوا وَهَأُولَيْهُمُ النَّصَارَى وَكَانُوا أَهْلَ عَمَلٍ بِلَا عِلْمٍ فمدار الصراط المستقيم على كون العبد عالمًا بأمر الله عاملًا به فمدار الصراط المستقيم على كون العبد عالمًا بأمر الله عاملًا به فإن كان له علمٌ بلا عمل فهو خِدنُ اليهود أي قرينُهم وإن كان له عملٌ بلا علمٍ فهو خِدنُ النصارى فاليهود يعرفون الحق وتركوا العمل به والنصارى عاملوا بلا علمٍ وهتان الطائفتان الزائغتان عن الصراط المستقيم وهم اليهود والنصارى كلُّ طائفةٍ منهما لها حظٌّ من وصف الأخرى فاليهود مغضوبٌ عليهم وهم موصوفون أيضًا بالضلال والنصارى ضالُّون وهم أيضًا مغضوبٌ عليهم لكن كلُّ طائفةٍ لها حظٌّ أعلى من غيرها فيما جُعل لها فاليهود أشدُّ في الغضب عليهم من النصارى والنصارى أشدُّ في الضلال من اليهود فجُعل لكل طائفةٍ ما علت فيه لا أنها تمتازُ به دون الطائفة الأخرى وأما المهديون إلى الصراط المستقيم الجامعون العلم والعمل فهم مبرؤون من هذا سالمون من الغضب والضلال لأنهم علموا أمر الله وعملوا به فاستحقوا أن يكونوا من المنعم عليهم جعل الله وإياكم منهم